تاني نرجع ونقول لأن الأمر أصلاً عجيب بالظبط فكرة أني فكرة أني إمتى أنا هنا بقى بتكلم بشكل عام إمتى كرة القدم حتدار في إفريقيا باحترافية في أوروبا يا حضرات بيحددوا ملعب النهائي من قبل قرعة البطولة ما تتعبد من الأساس تمام إحنا هنا مش عارفين نحدد ملعب محايد ومش عارفين نحط قواعد لبطولة إفريقيا من أول لحظة انطلاق البطولة وبعدين مبدأ تكافؤ الفرص أخبروا إيه في الحالة اللي احنا نتكلم فيها دي لو الأهلي والوداد هما اللي وصلوا للنهائي ليه الوداد يتسلح بجماهيره والأهلي يفتقد أو يفقد جماهيره فين قواعد اللعب النظيف لأ وانت عندك النهائي يوم 30 والتصفيات المنتخب يوم 2 فانت بتكلم في تعرض مش طبيعي يعني غريب جداً الموضوع يعني بجد البعض ما خدش باله من النقطة دي ولا لأ يا كريم في حاجة مش مظبوطة وإحنا تاني هنرجع نقول إحنا مش بندافع عن الأهلي إحنا عايزين نفهم لأن انت بتكلم في كرة قدم إفريقية يعني فكرة هنا أنت بتكلم في مؤسسة كاملة في حاجة مش مظبوطة ودي مش أول مرة على فكر فزي ما كريم بيتكلم يعني غريب جداً غريب جداً اللي بيحصل ده فهل في بقى اختلاف يا كريم أنا مش عارفة الصراحة فهو إحنا مش مقدة بالك للحاجة أن احنا كل فترة أو التانية نقعد نندهش أنا وإنتي احنا البرنامج ده بنندهش شيء كتير لأن اللي بيحصل من خلال الفترة اللي فاتت ده يعني حاجات كتيرة جداً فعلاً غريبة يعني ما تتوصفش غير بأنها حاجات غريبة على سبيل